ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم يا الناس لدات فيق جيس بارك راكو نقع بيان معكم مجديد فتح الله واليوم أريد أن أتضلكم على واحد الموضوع اللي ساقسيتوني علي بزاف في التعليقات وفي الرسائل على الخاص هذا اضطراب اللي يعانو منه بزاف الناس في المجتمع تانا ويعانو منه بزاف الناس في العالم بشكل عام هذا الاضطراب هو القولون العصبي أو القولون نربي أو القولون نربي أو القولون نربي ودخلوه في شابتر يسمى التروبل فونكشوني انتستينيو ما هو القولون العصبي؟ شئ الأعراض التوعية وكيف نعالجوه؟ سأقوم معنا بإمكانكم فيديو لكي تفهموا غاية هذا الاضطراب قبل أن ندخلوا في هذا المجتمع لا تنسوا أن تابعوا في قناة تنفيق على اليوتيوب وفعلوا الجرس لكي يصلكم جديد وعنا صفحات تنفيق على الفيس بوك وعنا الوغروب تنفيق زين وعنا صفحات تنفيق على الانستغرام ما هو القولون العصبي؟ ما هو القولون العصبي؟ هو الطراب نفسه جسدي يعني هو التروبل بسيكو سوماتيك يعني هناك تنسيات التي تشعرهم في هذه الأمعاء الغالي يعني الأمعاء الغاليضة في العربية هذا التروبل ويوجد قوزه هو القلق يمكن أن يتجسد في أي منطقة من الجسم يمكن أن يتجسد في الراس يمكن أن يتجسد في الجهة السنفسية يمد لك أعراض يمكن أن يتجسد في السطومة يمكن أن يتجسد في الآخر أو في القولون ويجسد القلق في القولون العصبي أخر الأبحاث العلمية يقولون أن استمتلك إلى الأمعاء الغاليضة هو العقل الثاني لأن استمتلك في الأمعاء الغاليضة تكون في الأمعاء الغاليضة تكون معمراً بالنسبة في الكولوم هذا هو التعريف للقولوم العصبي ليس مرض عضوي كان الكثير من المشكلة ويأتي بمريض من الناحية العضوية لديك مشكلة خطيرة لا تتقلقوا لا توجد من الناحية العضوية يعني الدرجات التعيارات والدرجات التعيارات والكولوسكوبي تلقي و لا تلقي بعض المشكلة في التعيارات التعيارات بالنسبة للقولوم العصبي المسلم الأولى لديك شعور وتنظر هذه الأخطاء تشعرها على الكادر والكوليك أو جميع هذه الأخطاء و تأتي الناس و سيأتي الأراضي أو الهدوين أو الناس لأنه يبدو أوجاع في الظهر ولكنه يبدو الإشعار الأخطاء تشعر هذا الأخطاء و تشعر أن تشعر بالأمر في الناس يهم الزاوج هو نفخ أو نفخ يجعل الأخطاء مانتظام يعني تحس بأن هذه الجهارة هي منتفخة وهذه الغاز يغبنوك ويزايرو عليك وقدر هذو الغاز يزايروك على الموسك على رسپيراتي وهو الديافراغم لذلك تحس بأنك يضيق في التنفس وتحس بأنك لديك رسپيراتي ويأتيك ماليز وأعراض أخرى على القلق كما الرشفة التعرق تحس كالي سهدا طلعت لك لذلك هذو الأعراض تحس بأنه الغاز يزايروك على الرسپيراتي لذلك هذي فيما يخص الغاز هذو الأطار وهو الصتف竹 وهو الصتف ولدي والاوفراط ولي Nicholas ولكنت أو تبايير انهال الصjacي. لذا خادل رائع صديق ويسر soortها حنصفاً مازال. لذلك الشرطين علاء المدينية وبهما يوشير تشعر تسور قه واحدestي والاوفراط في السيال أو تبايير إجابة ويسر mocking للسيطة في السياء الأ쳐èmes التي تشعر بالغة الشخص encapsبي يمكنك أن يكون لصيباً للقلق كما أخبرتك في البداية القلق هو السبب الرئيسي التي تسبب للقلون العصابي لكن القلون العصابي هناه يسبب مباشرة للقلق لهذا سوف تعمل حلقة المفرغة عندما تقلق فهو يأتي الأعراض قلون العصابي ولكن عندما ينقص القلق ينقص على القلق هذا الوسين يتبعونك لأن توجاك ويقوم بشكل مرض عضوي عندما تقلق ويشتد قلق ويشتدوا الذهاعراض في نفس الوقت لذلك تنفيذ توجه روحك او يمكن أن توجهك القلون العصبي و لطبيب قلون العصبي ثاني قلون العصبي يستطيع أن يمد لك افكار سلبيه لأنه يستطيع أن يكون اعراض جسدين و أعراض مثل امراض عضويه لذلك تشكين امراض عضويه يشكون في السرطان محادثون يشكون عن مشكلة في الكلاوي و مشكلة في الظهر فعند الانه حوالي كلام النهاذين الذي سيطيع احده هذا الوسين من الأفكار السلبية والوسواس من المرض قادر القانون العصابي يسبب هذا الأعراض قادر يسبب وسواس قهري يكون غير تخمم في هذه الدولة ويكون غير تتكلم بالكورة وهذه الحاجة تتفاقم عليك الأعراض القانون العصابي قادر يوصلك للعزلة قادر يوصلك للإكتئاب قادر يوصلك للقلق الشديد قادر يمد إضافة نفسية هذا فيما يقوم بالقلق القانون العصابي ثاني أريد أن تضع شيئا هي أن الأعراض يزيد المائكة ويخفافه بعد الإصادات يعني هذا ثاني سين يوجه لك قولن العصابي لا يوجد مالذي ثاني أريد أن تتحدث أكثر من الأشخاص والتواجد للقلون العصابي نسبة التواجد للقلون العصابي تلقاها عند النساء أكثر من الرجال أريد أن أقول لكم نقطة أخرى يكون شخص كبير في السن وعنده سوابق أمراض أخرى أو سوابق في العائلة التي لديهم سرطان القلون أو التهابات الأمعاء في هذه الحالة يجب أن يفكر أن يفكر لإطلاق الطبيب والغاسترولوج سيقوم بإطلاق الطبيبة والثائرات لإيجابات تقسيف حياتك ومعروضية الطبيب يدعى وهذا المسطل لنفس الملادين لكن أيضا آخر على عقل المطلوب وعندما يقوم مطلوبة في هذه الحالة أو في سياسة يجب مثانيا ولو حوار مراضي ولو حوار الوقت ويقفون معها الأعراب ما هي الأسباب؟ هناك عدة أسباب كما قلت لكم السبب الرئيسي هو القلق السبب الزاوج والمقاجر الزاوجة هي ذلك التي تتناوليك لتحقيق الإوبارات لديك رجميس الإيقليب يعني لا تأكل من حياة جيدة لا تأكل من حياة جيدة لا تأكل من منارات لا تأكل من حياة جيدة لذلك هذا الخاص يمكن أن يفق أعراض للحصول على الكلون العصبي أو يمكن أن يسمحوا الكلون العصبي ولكن هذه تتناوليك لأن هناك في الناس يأكلون نمبر ويوجدون نظام حليلة متوازن لكن لا يتجعلون العصبier هناك اخرى هناك تتشاهد لأن الفلور التنسيلي ولا يجعل هذا الميكروبيوت يكون مكروبيوت ما هو الفلور انتستينال؟ هو الميكرو اوغانزم يعني الكائنات التي تتعيش معك في الجهاز الهضمي وخصوصا في القولون يعني الأمعاء الغالية هناك الكثير من بكتيري وبرازيت وفيروس ومثل الجرم التي يعملون في الهضم في الهضم الغداء وفي الهضم الغداء لذا كنت تكون هذه الفلور انتستينال مكروبيوت تتعيش في الهضم الغداء متوازن لأنك تكون إكليبراً من أن تكون لديك مكروبيوت تتعيش في الهضم إذا كانت تتعيش في الهضم الغداء مخلطة أو تأكل معجنات والغلوتان ولا تأكل أسيد الهضم وفي هذه الفلور انتستينال تتعيش في الهضم الغداء يتفاق من الأعراض مكروبيوت تتعيش في الهضم الغداء يسمى الهضم الغداء وتنظم الغداء وتأكل الغداء متنوع لكي تتعيش في الهضم الغداء وتتعيش في الهضم الغداء وتتعيش في الهضم الغداء يوجد ثانية في الهضم الغداء تسبب القلون العصبي اذا كانت الملعقة تتعيش فيه اذا كانت مشاكل عائلية ومشاكل حيث يتعيش في الهضم الغداء تقوم الغداء يوجد ثانية وهناك صدرات التاريطة التي لا تقوم بعمل سبور لا تقوم بسيطة الكثير من الأعراض وهناك الثانية وهناك الثانية وهناك الثانية من الناحية الوراثية لكي يتكلمون الأعراض أكثر من الناس أخرين الآن سوف نذهب إلى العلاج ما هو العلاج للقالون العصبي كيف نعالج هذا الاضطراب الأول هو الفوكال ميليسين يعني يجب أن تقوم بشكلك一樣 يجب أن نجد gerية والراضي والاقالاذ يجب أن يهمون ما تقوم بشكل كثيرuje من Ninjال يجب أن يجل بعض الوصول يكون الأمر تسجيله بالعمل للتحصين أو يكتبهم للغاسترولوج لكي تقلل تسجيله ومع ذلك الأطفال الشيء المفترض كذلك يجب أن تتحكم لكم والضعام وهو السرس ومع ذلك لكي يجب أن تتحكم يجب أن تشجع صفحة مح Marine كل ذلك يجب أن تكون بالتدعاء مع القلون العصبي ومع ذلك ومع ذلك نفسك أيضا أن تتحكم بسبب حيث لا يوجد شيئاً بعض الدائوات التي تغير بها فهي يحكم على النهاية الكلام لكي ينطف لكي يجب لكي يجب تحية نهاية النهاية وتحية نهاية النهاية في منطقة الأمعاء العريضة أو القولن وهذا التحية من الأسفل أم أنتλλا يشكل an antidépresseurs أو أنتغي من أن يجب تحية نهاية يشكلها الكلام لكي يجب تحية نهاية الأمعاء وفي النهاية الثاني هذه هي القديمة qui تعمل بالتحديث. انتبت جيداً، جميع الطريقة العملية دائماً على الطريقة سارة. لذا، التحديثون مدينيكي يتم استطيع تحديث من الفعالية كبيراً التي تقوموا على تحديث العمل المتركين في هذه المنطقة. كما أقول لكم الواقع لا تستمر في أي منطقة من المناطق الجسم. لكذا يمكنك تستمر في ذلك أي تشبري تستمر في رأسك وليس كذلك، أو يمكنك تستمر في قولن. لذلك التحديثون مثل الرلاكسات والثيرابي كونيتيوب وكومورتمنطال و أخرى طيب بسيكوثيرابي تتبع الفعالية التي تتبع لهم لتقلع الأعراب بالقلون العصبي و بالطبع النظام الغدائي المتوازن الذي يكون ريشة في فبرة ريشة في فيتامين ومينيرو ريشة متنوعة و تكون بيض إضراتي يعني تشرب أسيدو والماء يتعاون بزاف الإكليب بالأباري ديجستيف والإكليب بالقلون بالطبع الثاني يوجد الفيتوثيرابي يعني التداوي بالأعشاب كانت الكثيراب التي أثبت الفعالية لهم يعني تزان يديرهم في الناس لتقلع السيم بالقلون كما تزان البسباس كما تزان الحلوة كما تزان الشيح كانت الكامل المتوازنة وهي سبيرولين تقلع بكتريان لتقلع الأباري ديجستيف و تقلع الأعراب بالقلون العصبي لأنه يتعاون في الفلوه الانتستينال وكما تزان المتوازنة وكما تزان المتوازنة وهي سبير المتوازنة في الفلوه الانتستينال والمتوازنة والجرم التي نحن معهم ونفيدهم ونفيدهم والكثيرابي في الإكليب بالإنسان بشكل عام يعني المدتاتيات اليوغا الصلاة قراءة القرآن هناك الكثير من المتوازنة لتتعلم كيف تريد روحك كيف تستطيع روحك تستطيع الناس لكثير من المتوازنة وكثير من المدارس وكثير من المتوازنة لكثير من المتوازنة وكثير من المتوازنة لكثير من المتوازنة هذا هو القانون العصبي هو التراب الذي يجبه علاج متكامل من عدة نواحي علاج دوائي نظام ردائي متوازن مكملة ردائية وكثير من المتوازنة تخرج من الرؤيتين تبعد على فكتورة سترس تبعد على الاجتماعيات تسوالح تسوالح لكي تشعروا وكي تشعروا وكي تشعروا هذا هو لا نتحدث عنكم أتمنى أن المساج يصل أتمنى أن هذا الفيديو فادتكم لا تنسوا تشعروا تابنوا تشعروا وكثير من المتوازنة لكي تفعل فائدة هذا هو تهلو في روحكم ونتلاقوا في فيديو اخرى إن شاء الله السلام عليكم